كيفية إلغاء التقويم الهجري على هاتف سامسونج أندرويد طريقة جد سهلة يا أصدقائي فقط تبحث تابعي معي الفيديو للأخير أولاً أول شيء تقوم بالضغط للضبط أو الإعدادات ثاني شيء سوف تبحث على خنا اسمها شاشة القفل هاي تدخل عليها مع ذلك سوف تجد خيارات منها خيار التقويم الهجري سوف يكون مفاعل أنت تريد إلغاء تفعيله سوف تضغط على هذا الزر هنا وكما رأيتمها قد تم إلغاء تفعيل التقويم الهجري بكل نجاح وهنا نصل نهاية هذا الفيديو فلا تنسوا دعمنا بوضع زر لايك وإذن الاشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر